موسيقى وصفتنا النهاردة او اكلتنا النهاردة عاكم من المطبخ الفلبيني حنعمل اكلة اسمها تشيكن ادوبو تشيكن ادوبو دي اكلة فلبينية سهلة جدا جدا طعمها طحفة اكتر من جدا كمان يعني بصوا انتو ادوبوا بقى فيها يعني ادوبوا كده في الاكلة دي لو اول مرة تشوفوني يعني هالة الجنيه دي اتمنى ان الفيديو هجبكم ما تنسوش تعملوني لايك ورأيكم في الكومنتات وشايروا الفيديوهات وفعلوا الجرس اول حاجة المقادير بتاعتنا هنحتاج بصلتين كبار متقطعين عادي مش مفرومين نعم ولاية حاجة معي بصلك اه راستوم كاملة لان انا هعمل كيلو من الفراخ تمام اه نقصي بقى بالنص الكمية معي ورق لورا معلقتين كبار من الخل معلقتين كبار سويا سوس سويا سوس ومعلقة كبيرة من السكر البني ومعايا معلقة من الفلفل الاسمر اه هو الافضل في الوصفة الاساسية في الفيديو الفلبيني اللي انا جبتها منه حاطة الفلفل قطع اه حب وهنا انا جبت الفراخ بتاعتي اه مخلية رفيعة نحبش الفراخ الكبيرة لكن في الفيديو الاصلي كان عاملها من اكتاف الفراخ او اه اللج او اللي هو الورك يعني رجل الفرخة الورك ده بس متقطع يعني متقطع كده مكعبات تخينة لكن انا بحب الفراخ تكون ايه اللحم رفيعة كده انا بحبش اكل اللحم كتير فا اول حاجة بقى هنا هنجيب الحلة بتاعتنا او الصينية او اي حاجة هتعمل فيها هتت شوية من الزيت ونزلت بالطوم لغاية ما اخد لون دهبي كده وهي حنزل جنبه كده معايا بالبصل اللي احنا عملناه زي ما قلت لك كده انا عاملة بصلتين علشان وراص طوم علشان عاملة كيلو من الفراخ انت لتعملي لو هتعمل لي نص كيلو يبقى سيمي النص يعني بصلة ونص راص طوم حلو كده تمام قلبهم بقى كده وبعد كده هنزل بالفراخ وحقلب هقلبهم كده وشوحهم مع بعض لغاية ما الفراخ تاخد آآ لون ده ابيض كده تتغير يعني لونها وتشد نفسها وزي ما هم شايفين كده هغطيها واسبها وكل شوية يقلبها لغاية ما تاخد آآ اللون الابيض يتغير يعني لونها وكده الاكلة دي تحفة بجات جميلة جدا هتعجبكوا قوي قوي يعني انا انبهرت طعمها بصراحة لفت نظري لها بنتي كان في تجمع كده وقالت يا مام انا اكلت اكلة اسمها ادوبو في لبنية كده طعمها كان حلوة قوي وعجبت ابنها فروحت عاملة سرشع على يوتيوب وجبت بقى الفيديو الراجل الفلبيني بقى اللي عملها وجبت لكم الطريقة وقلت لازم اعملها وجربها بس فعلا ندمت ان انا ما جربتش الوصفة دي قبل كده كده الفراخ بقى معايا انا اخدت لون ابيض تمام جدا هنحط بقى عليها كوباية كبيرة من المياه وانغطيها بقى هنحط عليها الاول بصوا بقى هنحط دلوقتي المياه اه ان لونها اتغير تمام هحط بقى كوباية كبيرة من المياه وبعد كده هننزل بقى معلقتين الخل طبعا انا قلت لكم ان انا بقى حط الكمية انا بحطها على كيلو يعني انت يقلل الكمية يعني انا هحط هنا دلوقتي معلقتين الخل وححط معلقتين السياسوس وحنقلبهم كده مع بعض بس هحط الفلفل الاسود وهما في الفيديو الاساسي كان حاطت الفلفل الاسود حب يعني حبه بحق مش مطحون بس انا ما عنديش حطته كده حقلبهم بس كده عشان يختلطوا مع بعض انا مش هحط دلوقتي الا للملح ولا اه ولا لورة ولا هحط السكر دلوقتي السكر فايدت ان هو بيخلي طعمها كده مسكر شوية وفي نفس الوقت بيديها لون الكرامل يعني بيكرمل شكل الفراخ هنا بقى حبدأ هنا لما غلت شوية وقربت استوي فروح تنزل بقى شوية كده بوراء اللورة ومعلقتك السكر كبيرة وححط بقى هنا كمان مكون آآ ملقة دجاجة هو حط هنا مقعبين ملقة دجاج هو حط مقعب واحد انا حطيت مقعبين علشان انا قلت لكم الكمية اكتر فانتوا هتقللوها بعد كده هنقلبهم بقى بس هنحط الملح الاول وحقلب بقى كل المكونات كده وهغطي عليها لغاية ما تأكد ان الفراخ خلاص استوت هروح كشفة الغطة وحسيبها لغاية ما تتشرب كل السوال بتاعتها على فكرة ما خدتش معايا يعني بتاع اقل من نص ساعة الموضوع كل يمكن عشان كمان الفراخ بتاعتي وفيعة ومش تخينة يعني مش كطعة تخينة فما خدتش معايا وقت خالص في السوال بس كده هي كده استوت وبدأ الصوس خلاص اتشرب وانا بقى كشفت الغطة مش هغطيها تاني بس الريحة عايز اقولكوا الريحة رهيبة رهيبة بس كده خلاص حسيبها بقى كده وحوريك دلوقتي لما اه اه اتشربت خلاص وكده بس حسيب بقى شوية من الصوس ده لانه تحفة 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 مش هنشوفها خالص عشان انا تبقاش جفة هنخليها كده فيها الصوس شايفين كده تمام جدا واستوت معايا ححطها بقى في سواء التقديم وحندقها كده مع بعض شايفين بقى طعمها انا بقى عمالة اغرزها في الصوس ده علشان تحفة 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 اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم الوصفة يكون عجبتكم ما تنسوش تعملولي لايك وشيروا الفيديو وافعلوا جرس التنبيه علشان الفيديوهات الجاية جامدة جدا اشوفكم على خير في فيديو جديد مع هانا الجنيدي مع السلامة